السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من تتابعي قناة الدراسة والمعرفة مرحبا بكم من جديد وفي هذا الفيديو إن شاء الله نكمل نموذج الامتحى الأول في الدورة الثانية للمستوى الخامس ابتدائي في مادة لغة العربية إذن نبدو على بركة الله السؤال الأول أكمل الكلمات التالية بألف لينة إذن تعرفنا على الألف اللينة كتكون إما ألف مقصورة أو ألف طويلة إذن الكلمة الأولى الحصى إذن الحصى تنسهي بألف مقصورة الحصى رؤية إذن رؤية بألف طويلة المنتهى بلى إذن بلى فهي حرف كتنتهي بألف مقصورة بكا إذن بكا فعل ماضي ثلاثي ينتهي بألف مقصورة لأن المضارع دياله يبكي إذن بالنسبة للأفعال الفعل في الماضي كنحوله المضارع إذا كان كينتهي بالواو فهي ألف طويلة كان كينتهي بالياء فهي ألف مقصورة إذن بكا المضارع دياله يبكي إذن فهو بألف مقصورة عفا إذن عفا كذلك في عسلات المضارع دياله يعفو إذن المضارع دياله كينتهي بالواو إذن تنتهي بالياء إذن فهي ألف مقصورة قضا إذن قضا كذلك تنتهي بالف مقصورة لأن المضارع دياله يقضي إذن يقضي كينتهي بالياء إذن فقضا كتنتهي بالف مقصورة استوى إذن كذلك ألف مقصورة استوى يستوي راجع إذا الراجع يرجو إذا المضرع يليك ينتهي بالواو يرجو إذا الراجع بألف طاويلة إذا نتمرين تاني أو سؤال تاني أتمموا الجدولة التالي إذا اللحظوا معي الجدول هنا لدينا أفعال في الماضي مطلوب مننا نبينوا الحرف الآخر لكي تنتهي هذه الأفعال كيف هي الألف اللينة هل هي ألف طاويلة أو ألف مقصورة ثم نحولوها المضارع ونبينو الحرف الآخر يعني باش كينتهي كل فعل ميك نحولوه المضارع إذا هاد الألف طاويلة أو القاسرة نبينوه في المضارع كيفاش ميك نحولو الفعل المضارع شنو كتولي إذا الفعل الأول جارا إذا جارا لحظوا معي كينتهي بألف مقصورة إذا الحرف الآخر هو ألف مقصورة إذا نحولو الفعل المضارع جارا يجري إذا المضارع يليو يجري إذا لاحظوا معي الحرف الآخر إذا لاحظوا معي الفعل في الماضي كان كينتهي بألف مقصورة من حوله المضارع لألف مقصورة تحولت إلى ياء إذا الحرف الآخر هو الياء إذا الفعل الثاني باكا إذا باكا باش كينتهي كينتهي كذلك بألف مقصورة إذا الحرف الآخر هو ألف مقصورة إذا نحولو الفعل المضارع باكا يبكي إذا يبكي إذا لاحظوا معي منحولو الفعل المضارع إذا الحرف الآخر ولا ياء إذا الفعل كينتهي بالياء إذا الحرف الآخر في المضارع هو الياء عفا عفا إذا عفا كينتهي بألف طويلة نحولو المضارع عفا يعفو إذا اللحظوا معي الحرف الآخر هو الواو إذا هنا في الماضي كان ألف طويلة ولكن مين تنحولو المضارع ولا واو دعا إذا دعا كينتهيب ألف طويلة نحولو المضارع دعا يدعو إذا في المضارع الحرف الآخر هو الواو قضا كينتهيب ألف مقصورة إذا قضا المضارع يقضي إذا الفعل مضارع كينتهي كينتهي بلياء نماء إذا النماء كينتهيب ألف طويلة إذا المضارع ينمو إذا كينتهي الفعل مضارع ب الواو إذا اللحظوا معي هذه القاعدة هو أن الفعل إذا نعرف إذا حولت المضارع ورقيت كينتهيب إذا فهي ألف مقصورة بحل هنا فجر يجري بكى يبكي قضى يقضي ولكن الفعل لحولت المضارع وعطاني الواو بحل يعفو إذا فهو الفعل كينتهيب ألف طويلة بحل هنا دعا يدعو نمى ينمو سمى يسمو إذن هذه هي القاعدة بالنسبة للألف الليلة إذن بعد الإملاء سنمر التعبير الكتاب نص الموضور يشكل رمضان حدثا بارزا في حياة كل مسلم وخاصة الأطفال الذين يصومونه أول مرة اكتب يومية بحسب التصميم الذي تدربت عليه مسجلا فيها وقائع أول يومين تصومه في رمضان إذن كيف ملحتوا معي نص الموضوع كيتكلم على أول تجربة صيام بالنسبة للأطفال في رمضان الكريم إذن تعليمات استعمال ضمير المتكلم استعمال ضمير المتكلم بمعنى أنا يعني هنتكلم على نفسي أنا كطفل أو كطفلة إذن اسمي تاريخ والمناسبة إذن هنا المطلوب نحدده متى حدث هذا الصيام يعني متى وقع هذا الصيام في أي يوم أي سنة في أي شهر يعني إذن الصيام يكون في أول يوم في رمضان من مثلا السنة الماضية المكان أين كان الحادث يعني فين كان هذا الصيام في البيت خلال زيارة عائلية عند شي حد في العائلة ديالك أثناء الصفر بين البيت والمدرس إذن هنحدده المكان إذن أول يوم لك في الصيام فين دوسي هدليوم فين قديتي الحادث ماذا حادث إذن شنوق عليك كيف عشت التجربة كيف عشت هذه التجربة ديال الصيام كيف نهار الأول الصيام إذن بين قوسي الكلمات اللي سنستعنوا في الموضوع السحور الذهب إلى المدرسة أو الذهب للمدرسة لشعور بالجوع والعاطش إذن أكيد طفل أو طفلة من غدي يصوم أول مرة غدي يحس بالجوع والعاطش العاياء الرغبة في النوم يعني دائما الصائم يشعر بالرغبة في النوم مرافقة الأم إلى السوق شراء لوازم الفطور إذن هذا الجمال هم اللي سنستعنوهم في الموضوع دينا تهيئ الفطور مساعدة الأم في تنظيم المائدة إذن غالبا البنات هم اللي سيكتبوا هذا الجمال الوضوء للصلاة سماع آدان آدان المغرب تناول حبات التمر دائما نسمعو آدان دي المغرب نناكلو حبات التمر هي اللولى يعني نسمعو باش كمشون صليو وعاد تنجو كنتناولو الفطور دينا الصلاة خلالي الصلاة المغرب تناول الفطور بشهية إذن هذا بنسبة العرض انطباعاتك وأحاسيسك هذا غدي كون في الخاتمة بماذا شعرت يعني من صمتي اليوم الأول فرمضان باش حسيتي ما إحساسك ماذا تريد أن تبلغه لمن لم يعيش تجربة الصيام إذن شنو بغيتي تقول الأصدقاء ديالك أو للأطفال اللي عمرهم وصام إذن هاد الجدول في هاد الجمال غدي ساعدونا على الموضوع ديالنا المقدمة يعد شهر رمضان أكثر أشهر السنة بركة ففيه أنزل القرآن إذن هاد الجملتين هما اللي كثت في المقدمة المقدمة كتكون غير صغيرة تتكون فيها جملتين يعني سطر أو سطر ونصف يعني على الأكثر العرض لهذا صمت اليوم الأولى من رمضان السنة الماضية إذن هنا أنا حددت اليوم حددت الزمان والتاريخ ديال المناسبة ديال الصيام صمت اليوم الأولى من رمضان في السنة الماضية استيقظت لتناول الصحور انفقت باش نتحر مع العائلة ديالي وكنت سعيدة جدا بتجربة الصيام إذن هذه بالنسبة للبنت كنت سعيدة إلا كان ولد كنت سعيدا جدا بتجربة الصيام بدأت يومي كعادتي بالذهاب إلى المدرسة إذن فقط في الصباح وشيت المدرسة ديالي كعادتي لكنني أحسست بالجوع والعطش دهرا إذن من وصل الظهر حسيت بالجوع وحسيت بالعطش وشعرت برغبة في النوم وجنين نعاس فلم أستطع تركيز في الدرس يعني ما قدتش الرقز في الدرس يعني القصة كي شرح الدرس وأنا ما مركزش معه لأن علي الجوع وعلي الناس وعلي العطش بسبب صيان طبعا وبعد عودتي من المدرسة إذن من خرجت من المدرسة رفقت أمي إلى السوق مشيت مع ماما للسوق لشراء لوازم الفطر باش نتقدوا يعني لوازم ديال الفطر ثم ساعدتها في تهيئ الطعام وتنظيم مائدة الإفطار يعني وساعدتها في الطبخ يعني في الكوزينة في تهيئ الطعام وانطمت معها المائدة بعد آذاني المغربي بعد مود المغرب أكلت ثلاث ثلاث ثمرات يعني كليت ثلاث ثمرات فرقت بهم السيام قبل صلاتي المغربي قبل من صلي المغرب من بعد من صلي المغرب بعدها تناولت فطوري مع عائلتي يعني كليت تمربش فرقت سيام والبعد مشيت صليت المغرب وجيت نقل الفطور مع العائلة ديالي إذن هذا بالنسبة للعرض الخاتمة تجربة الصيام جعلتني أشعر بالفرح والسرور إذن تجربة ديال الصيام خلتني نحس بالفرح والسرور لهذا سأعيدها في رمضان المقبل إن شاء الله وهذا الشيء لاش غاد نعود نصوم في رمضان المقبل إن شاء الله إذن هذا هو الموضوع ديالنا بالنسبة التعبير الكتابي إلى هنا وصلنا نهاية الفيديو وكان هذا نموذج للامتحان الأول بالنسبة للطورة الثانية في الإملاء والتعبير الكتابي للمستوى الخامس ابتدائي حض موفق للجميع ودومتم في رعاية الله